مرحباً بطبيعة الحال يحتاج الطالب أثناء الدراسة لوجود سكن مناسب له تمنح بيوت الطلبة أو السكن الجامعي لإمكانية السكن فيها بأسعار مناسبة في بيوت الطلبة أو السكن الجامعي يعيش طلاب من مختلف التخصصات يتم طبخ الطعام في الغالب في مطبخ مشترك وهناك حمام يتشارك فيه الطالب مع زملائه في السكن أسعار الإيجارات في بيوت الطلبة أو السكن الجامعي عادة ما تكون أرخص من تلك الموجودة في إيجارات السكن الخاص لأن الحكومة الألمانية تتبرع بسخاء لدعم هذه الأسعار للطلبة يرجى الانتباه بيت الطلبة أو السكن الجامعي تكون مرغوبة جداً للسكن فالمعروض من الغرف للسكن يكون دائماً أقل من عدد طالبي السكن فعندما يرسل الطالب أوراقه للحصول على مقعد دراسي في الجامعة توجب عليه كذلك تقديم طلب للحصول على السكن الطلابي فيما يخص إثبات كون الطالب مسجلاً فعلاً في الجامعة يقوم الطالب قبل انتقاله للسكن الجديد بفترة وجيزة بتقديم ثبوتيات للتسجيل في الجامعة نصيحتنا لكم يسكن في بيت الطلبة أو السكن الجامعي كثير من الشبان من جميع أنحاء العالم في أمسيات الطهي المشتركة مع زملائه في السكن يمكن للطالب أن يتذوق العديد من الأطباق والوصفات الغذائية التي لم يكن يعرفها من قبل ترجمة نانسي قنقر